أما عليكم طلابنا العزاء طلاب المرحلة الثالثة رجعنا بعد غياب طويل لشرح منهج الفيروسات الوزاري بعد الأضافة بالنسبة للأضافات اللي صارت فيها فقط على المحاضرات الثالثة والرابعة والخامسة والسادسة والسابعة والثامنة أما بقية المحاضرات فبقت نفسها بدون أي تغيير فقد ندخل بمحاضرتنا اليوم المحاضرة الثالثة محاضرة مهمة جدا بعد الأضافة وتريد تركيس فخلي تركيسكم عشرة على عشرة وقد نبلش المحاضرة المحاضرات تتحدث عن الوراث الفيروسي أو المادة الجينية الخاصة بالفيروس كذلك تتحدث عن التضاعف الفيروسي والجزئي بالبداية سوف يضع المقدمة يقول أن الفيروس عبارة عن كيانات بسيطة بسيطة من ناحية التركيب من ناحية طريقة العيش خاملة خارج خلال الماضي تبدأ دورة حياتها داخل خلية الماضي فقط كذلك شنو هي تفتقر أن نظام توليد الطاقة ما عندها القدرة أن تولد الطاقة من ذاتها ما عندها القدرة أن تتحول الجزئات غير العضوية إلى عضوية وتستهلكها كغذاء أو تمارس بها نشاطاتها الأخرى فهذه الأشياء كلها موجودة بالفيروسات كذلك شي يقول يعني شنو أن الفيروسات تمتلك قدرات حيوية محدودة جدا يعني شنو يعني أنه ما تقدر تمارس نشاطاتها اللي تمارسها ممكن لكائنات الأخرى بسبب افتقارها للعضيات افتقارها لأزا حيوية أخرى تمام كذلك شي يقول هنا معلومة مهمة جدا طلابي اللي هو شي يقول أنه يقوله اللي هو شنو الفيروسات الصغيرة أنه شنو تمتلك فقط جينات قليلة على عكس شنو على عكس اللي هو شنو الفيروسات الكبيرة شنو تمتلك يعني شنو يعني تنتلق جينات كثيرة قد تصل إلى شنو إلى 200 جين فأخل البالي الفيروسات الصغيرة جيناتها قليلة أما الفيروسات الكبيرة فكتكون جيناتها يرى ما يصل إلى 200 جين طيب كذلك شي يقول هنا معلومة مهمة جدا طلاب بريد تتركزون عليها شي يقول أنه يقول تخضع الفيروسات إلى شنو إلى تغيرات شنو تغيرات جينية يعني شنو تغير بالمادة الوراثية هذا التغير شنو يكون على قسمين القسم الأول اللي هو نسميه بالسوتابل جينيتيك تشينج التغيرات الجينية الوراثية شنو الدقيقة وهذه شنو نصير ثرو ميوتيشن يعني شنو عن طريق الميوتيشن عن طريق الطفرة إذن أخلي بالطفرة شنو السبب لي سوتابل جينيتيك تشينج تغيرات وراثية أو جينية دقيقة طيب أما القسم الثاني فهو المجور جينيتيك تشينج اللي هو التغيرات الجينية الوراثية الكبيرة وهذا من يمكن مسؤول عليه اللي هو شنو الريكمبنيشن شنو اللي هو أعادة التركيب طيب شنو ذول المصطلحين وشنو نقصد بيهم الميوتيشن الطفرة أو كاروين إن أرور إس إنكوربريتت إن فيرال جينوم يعني شنو يعني أن الطفرة تحدث عندما يحدث هناك خطأ وين في اندماج الشنو الجينوم الفيروسي في اندماج المادة الجينية الفيروسية اللي سواء كانت دي اناي أو آراني ممكن هذا الخطأ شنو قد يكون حذف في أحد القواعد الناتروجينية قد يكون أضافة قاعدة جديدة قد يكون استبدال قاعدة بقاعدة أخرى كل هذه الأشياء شنو تأدي ذي إلى الميوتيشن طيب أما عدنا الريكمبنيشن المسؤول عن المجر جينيتك تشينج اللي هو شنو عادة التركيب شنو نقصد بيه إنه يقول هو يحدث عندما فيروسات اثنين شنو يتبادلون شنو يتبادلون المعلومات الوراثية طيب شنو الناتج مال هذا التبادل الناتج هو يعني شنو تكوين فيروسات جديدة حتى بسطلكم الصورة ما نريكم بنيشن عادة التركيب إنه خلناخذ مثال بسيط عدة خلية وهذه الخلية هجموا عليها فيروسات اثنين فدول الفيروسات الثنين من يصرون الداخل الخلية ويسوون عملية الربليكيشن كل واحد يسوون عملية الربليكيشن وحدة شنو راح يصير شنو عنده هنا اندماج أو تبادل المن للمعلومات الوراثية وهنا شنو راح تكون عنده فيروس جديد يمتلك خصائص جديدة هذا في اختصار فيما يخص الريكمبنيشن وراح ناخذ أيضا بالتفصيل وراح ناخذ الأنواع مالته فيما بعد خلال المحاضرة نجه ساعدنا للربليكيشن اللي وشنو تضاعف الفيروس أنا هنا شنو حاذف لكم ليش لأنه خلال المحاضرة راجع ذاكر نفس هذه التفاصيل يعني التعريف نصا ونفس هذه النصوص بالأضافة لشنو ضايف خطوات التضاعف فأنا شنو أريد أخذهن لكم على مرة واحدة على متبقى المعلومات قد تكون مترابطة هذا فيما يخص الربليكيشن اللي وشنو التضاعف الفيروسي نكمل محاضرتنا نجه ساعدنا للفيرول جينيتكس اللي وشنو علم الوراثة أو الوراثة الفيروسية بالبداية شي يقول يقول يابا أنه الفيروس رابد لي أنه شنو نمو الفيروس شنو سريع وهذا معلومات خليونها بالك ممكن شي يقول لك يعني نموها بطيئ هنا شنو تقول ليا با أنت كلامك خطأ أنه شنو نموها نموها سريع طيب كذلك شنو هل يجو لي شنو هذا النمو السريع يولد شنو يولد يعني شنو يولد أعداد كبيرة مني من النساء الفيروسية لكل خلية طيب هذي الأعداد الكبيرة من النساء الفيروسية ش راح يسوي لي ش راح يسوي لي راح يسوي لي شنو فرص أكثر لحدوث شنو لحدوث الطفرات في فترة شنو وقت قصيرة تمام إذن كل ما زاد العدد كل ما زادت فرصة شنو حدوث الطفرات طيب كذلك شنو هنا يقول يقول طبيعة الجنوم الفيروسي اللي ممكن يكون RNA ممكن يكون DNA ممكن يكون مجزة ممكن يكون segmented غير مجزة بلاي أمبورت انترور الشنو الشنو الجينيتكس أو فيروس الشنو تلحب دور مهمين بالوراثة الفيروسية وهذا شنو راح نحرفه شنو خلال المحاضر انه نشوف شلون تأثير الRNA والDNA وذا كان الفيروس مجزة او غير مجزة على عملية شنو عملية التضاعف طيب كذلك شي يقول يقول هنا معلومة مهمة طلاب الفيروسيز ممكن يصير بياه شنو تغيرات جينية وراثية لسببين ذكرناهم الساعة اليو شنو اما يكون عند ميوتيشن طفره او شي يكون عندي او يكون عادة تركيب فذول الشغلتين هم اللي سببوا شنو يعني شنو التغيرات الجينية وراثية قلنا الميوتيشن مسؤول عن السوتابل اللي هو التغيرات الدقيقة اما ريكم بنيشن فهو مسؤول عن المجر التغيرات الوراثية شنو الكبيرة طيب هذي معلومة مهمة ايضا شي يقول يقول يابا انه الDNA فيروسيز انا كل ساعة اقول مهمة لان هي شنو لان كل جزء بصراحة بهذه المحاضرة هو مهم وشنو ومرشح ان يكون شنو ان يكون وزاري طيب شي يقول هنا بهذه المعلومة يقول انه الDNA فيروسيز فيروسات الDNA tend to more genetically stable than RNA فيروسيز يعني شنو يعني يقول انه فيروسات الDNA تميل الى شنو تكون اكثر استقرارة من الناحية الجينية الوراثية منيا من فيروسات الRNA فيروس طيب اذا اخلي بال انه الDNA اكثر استقرارة من الناحية الوراثية منيا من فيروسات الRNA اذا قل للعكس راح اقل لانت كلامك خطأ طيب هاذا الاستقرارة منين اجيه الا سبب هذا الاستقرار there are error correction mechanism in host cell شنو هنالك اليات تصحيح الخطأ والموجودة في خلايا المضيف هاذي شو تسوي شنو شو تسوي 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 DNA ربير اصلاح للDNA يعني اذا صار عنده خطأ بالDNA بالفيروس راح اصوي له شنو تسوي لك اصلاح لكن شنو المشكلة but problemy not for RNA لكن هذه الاليات ما موجودة للRNA فبالتالي شنو راح يكون الDNA اكثر استقارا من الRNA اوكي هذه فيما يخص شنو الوراثة الفيروسية كمقدمة بسيطة طيب هسا نجا عندنا من الساعة تحدثنا عن الميوتيشن وقلنا شنو هو هو خطأ يصير اثناء اندماج شنو اندماج الجينوم الفيروسي فعدي انواع من الطفرات اللي ممكن يصير فالطفرات الموجودة بالفيروسات هي على عدة انواع النوع الاول اللي هو يسميه بالسبونتيوس ممكن يصير هذه شون يصير طفرة طلاب هذه الطفرة تحدث بشكل طبيعي شنو اثناء تضاعف الفيروس طيب هل هي لها اسباب اكيد لها اسباب السبب الاول ديو 2 يصير عندي شنو خطأ في انزيم البوليمريز هذا الانزيم المسؤول عن تصنيع الDNA اثناء شنو اثناء تضاعف الجينوم طيب هذا سبب الاول السبب الثاني ممكن من يجيني incorporation of تاتو مرك فورم of basis يعني شنو يعني اندماج التاتو مرك فورم اللي هي الاشكال الصبغية ويعمل ويالقواعد طيب هنا يسأل سائل يقول محمد هي شنو الاشكال الصبغية هاي التاتو مرك فورم التاتو مرك فورم هي شنو هي عبارة عن مركبين جايين من مركب واحد تمام من هم ذول الاشكال اللي هم عدنا هم الانول وعدنا هو عدنا الامينول تخليوهم بالكم دول الشنو دول اشكال صبغية سموهم بالتاتو مرك فورم طيب دول الشنو راح يسببوا له هاي الطفرة خلونا وبالكم حبايبي انو دائما الكيتو ونيميل يميل عن الانول والامينو ونيميل على الامينو تمام فحتى نجي يشوف حتى توضحتكم الفكرة اكثر قلنجي المن لهذه الصورة باعوا لي عندي هس الستاندر بيسيز بيرنج الرقمت هذا الترتيب القياسي المن للقواعد نعرف انو الثايمينوان يروح يروح للأدنيين والسايتوسين يروح للإيقوانين لاحظوا هنا شنو يكاتب uh على الثايمين كيتو شنو يعني شنو القصده بالكيتو قصده انو يحتوي على مجمعة الكيتوان الوظيفية فتلاحظون انو الثايمين كيتو وليقوانين ايضا كيتو كذلك عندنا شنو الأدنين امينو السايتوسين امينو فاحنا قلنا انو شنو çıkرب الكيتو يميل النول اللي هو شنو تاتامر كفورم شكل صبغي وكذلك الأمين وين يميل عالأمينو اللي هو ايضا شكل صبغي فيلاحظة شنوى الترتيب الشاذ للقواعد راح يروح تايمن اللي هو قلنا شنوى انو لين يروح يروح للإقوانين لي هو الكيتو طبعا شنوى هذه عدنا شنوى اللي هو التايمن وين هو الثايمن والإقوانين كما أن يكون يقوم بالنinguل مثل الثامن أ و radius و things Like و الترتيب القواعد من النايدروجين و بالتالي سبب bueno يا سبب부 هذه النوع من الطافرات و هذه العملية يسموا ب نجي بعدها للنوحة الثانية من الطفرات اللي هو الطفرات اللي ممكن تجين منها تجين من مواد فيزيائية وكيميائية نجي للمواد الكيميائية من أمثلة الكاميكال عدي نوعا من المواد الكيميائية النوحة الأول اللي هي عند عوامل تعمل بشكل مباشر وين على القواعد يعني تأثر تأثر مباشرة على القواعد مثل عدنة مثل يا هو وهو النيترونس أسيد وهذا مهم جدا ومرشح وزاري وهو حامض النيترونس ممكن شنوه يأثر بشكل دايركتلي إذا قل لك انداركتنت هناك إلا خطأ طيب النوع الثاني اللي هو الاجينت أكتنك انداركتلي اللي شنوه العوامل اللي تعمل بصورة مباشرة على القواعد مثل من عدنة مثل عدنة البيس انالوجوس اللي هو شنوه قواعد انالوجوس هذي ش تكون يعني شنوه يعني تكون شنوه معرضة أو تكون أكثر خطأ نrickAte النبنيا من النورمال بيساس يعني من القواعد شنوه الطبيعية وبالتالي شنوه راح تولدلي Generating the mutation وبالتالي بما أنو هي بها خطاء هواية راح تكون شنوه تولدلي شنوه ال Mün 내 acompañ 이거를 هو الطفل أما عدنة بالنسبة للقسم الثاني اللي هو physiological mains اللي هو المواد الفيزيائية اللي مثل مثل عدنه wie LI TV اللي هو شنو الأشعة فوق قلبة المسجية وعدنى الاكسرائي أشعة الاكسرائي . هذا شنوه induced mutation on virus أخرى من الطفرات اللي هي عندنا مثل point mutation الطفرة النقاطية أو insulation mutation الطفرة اللي يصير به شنوه هي أضافة قواعد المن إلى تسلسل الحمض النووي وبالتالي راح حدث لخطأ كذلك عندنا delation mutation اللي يصير به حذف من حذف أحد القواعد أو كنفس ما قلت لكم مساعة ممكن يصير حذف ممكن يصير أضافة فالdeletion mutation هي شنوه طفرة تحدث أثناء حذف أحد القواعد الناتروجينية المرتبة للحمض النووي سواء كان RNA أو DNA فهذه هي بالنسبة للطفرات التي تحدث بالفيروسات طيب نكمل محاضرتنا وصلنا المن للrecombination اللي هو قلت لكم شنوه كل شمومه راح نقضه بشكل تفصيلي فيما بعد بالمحاضرة وصلنا الهيس للrecombination الrecombination هو اللي هو شنوه أعادة التركيب طيب كذلك ما راح يختلف شيء يقل لك يا با exchange of genetic information شنوه تبادل معلومات وراثية أوكروين فيروسيس أوف تو دفرنت بارنت سترين شنوه يحدث وين عندما فيروسات أوف تو دفرنت بارنت يعني شنوه من سلالات مختلفة شنوه يهاجمون نفس الخلية يعني فيروسات اثنين مختلفات شي سوون يهاجمون شنوه يهاجمون نفس الخلية مال المظيف بالتالي ش راح يصير عند interact during replication راح يصير عند شنوه تفاعل أثناء شنوه أثناء التضاعف تمام؟ هذا التفاعل ش راح يولد لي generated virus progeny راح يولد شنوه يولد نسل فيروسي هاف شنوه have some genes from booth barrent راح شنوه يمتلك جينات من كل الأبوين يعني يمتلك جينات من الفيروس الاول وجينات من الفيروس الثاني يعني نفس اما قدلككم حبايب لما انو الفيروسات الثنين ذو اليدخلون للخلية وصير بناتهم تفاعل لما ي 알아今日は با ما يمتلك وان يعني كم يعملوا تفاعل كل واحد يصيرى都 بالرابير منها وانه يذب رابير منها انو يصير عند شنوه عاملية من التبادل وبالتالي رح يقولوني شنو فيروس يمتلك جينات من الفيروس الأول وجينات من الفيروس الثاني تمام وهذا الفيروس اللي ينتج بهاذه الطريقة شي يسمونه ريكمبينت فيروس الفيروس معاد التركيب كذلك شي يقول يقول يابا انه ريكمبينيشن جنرالي اوكر انه عادة التركيب بشكل عام تحدث وين بتوين منبرز اوف شنوه سين فيروس تايب شنوه بين أعضاء منيان من نفس النوع من الفيروس مثال اللي هو شنوه تو انفلاونزا فيروس اللي هو شنوه فيروسات من نوع فلاونزا اثنيا او شنوه يكون تو هربس سمبلكس فيروس يعني شنوه بين فيروسات اثنين من نوع شنوه الهربس سمبلكس اوكي فهي خلوها اببالكم هسه شي يقول يقول يابا انه ريكمبينيشن يتكون على نوعين وهاذي طلاب مهم جدا 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 ومرشحة وزاريا اللي هما يا هما اللي هما الكلاسيك ريكمبينيشن والري اسورتمنت اوكي اللي هو شنو أعادة التركيب الكلاسيكي الطبيعي وعدنا الـ reassortment اللي هو أعادة التجميع فبالبداية خلنا قبل الكلاسيك الكلاسيكي يتضمن عدة خطوات ثلاث خطوات يتضمن فقط أول شي شي يسوي Breaking of Covalent Bond شنو يكسر الروابط التساهمية وين within the Nucleic Acid طيب كسر هذه الروابط شو راح يصير عدي راح يصير عدي Exchange of Genetic Information راح يصير عدي شنو تبادل للمعلومات الوراثية شنو ريفورمينج of Covalent Bond أو بعد ما صار عدي تبادل بالمعلومات الوراثية راح يسوي راح يسوي أعادة تشكيل المن لـ Covalent Bond اللي هو شنو الروابط التساهمية اللي شنو اللي كسرها بالبداية علموه شنو علموه يكون لفايروس جديد هذا الكلاسيك بعد الشي يقول يقول This kind of break joint recombination هذا النوع من أعادة التركيب اللي هو الارتباط اللي هو التكسير الارتباطي يعني اللي break تكسير والجوين ارتباط is common هو شائع ان دي اناي فيروس دي فيروسات الدي اناي او شنو رأي اناي فيروس which have DNA faces مثل عندنا الريترو فيروس طلاب أريد يتركزونوا لعي شي يقول يابه يقول انه الكلاسيك ريكمبنيشن وين شائع بيا فيروسات فيروسات الدي اناي فلما أنا أجي أسئلك أقل لك يابه انه الدي اناي فيروس يا نوع من الريكمبنيشن شائع بيش راح تقلي راح تقلي اللي كلاسيك ريكمبنيشن اللي هو شنو عادة التركيب الكلاسيكي مو بس فيروسات الدي اناي فيروسات الار اناي ولكن هنا بشرط قال لي شنو have DNA face شنو تمتلك طور الدي اناي مثل عندنا الريترو فيروس اللي هو شنو فيروسات الريترو او الفيروسات القهقرية يسموها تمام عادة شي يقول يقول the host cell has recombination system for DNA انه شنو انه خلايا المضيف تحتوي تحتوي نظام عادة التركيب المن للدي اناي هذا الشي راح يسهل شنو يسهل عملية الريكمبنيشن وين في فيروسات الدي اناي لذلك شنو معلومة مهمة جدا شي يقول يقول ان الريكمبنيشن of this type انه عادة التركيب من هذا النوع is very rare in RNA virus ينادر جدا في فيروسات الدي اناي طيب هذا الشي الى سبب لو ما الى سبب اكيد الى سبب ليش لانه no host enzyme for RNA recombination لانه شنو لانه ما كو انزيمات بمن بل host المن لعادة التركيب للاراني وبالتالي راح يكون هذا النوع من الريكمبنيشن شنو very rare in RNA virus سأقل لك انه يابع الكلاسيك ركومبنيشن is common in RNA virus راح تقل لي شنو تقل لي خطأ فهذه الاشياء هي اللي دور عليه الوزاري فقلت لها بكل كلمة قلتها بالمحاضرة مهمة والشي اللي اقول عليه مهم يعني هو مرشح وممكن يجي بالوزاري اوكي وحتى ممكن يجي بالشهري طيب هسا نجي للنوع الثاني بعد ما انتهنا من النوع الاول واخدناه بكل تفاصيل اللي هو الري اسورتمنت اللي هو شنو اعادة التجميع بالبداية راح يطيني شنو مميزات هذا النوع شي يقول يقول هو هو شكل من اعادة التركيب لاقي شنو نن كلاسي غير كلاسي كذلك شنو يكون فعال جدا كذلك شنو فقط الفيروسات المجزئة الفيروسات اللي يكون شنو تكون المادة النووي مالتها مقطع على عدة قطع فقط يصير بها شنو فقط بهذه الفيروسات شنو راح يصير عند الري اسورتمنت لكن لما يجي قل لي يقل يابع ان الري اسورتمنت اوكر ان نن سيجمنت فيروس تقل شنو تقل لك خطأ فمرات هي الاسألة شون تجعل هذي المعلومات يطيك شنو يطيك مثلا اش راح اسوي مثلا شون يجي السؤال الوزار على الري اسورتمنت هما دائما يمين الى شنو ايقلك هذه المعلومات شنو تخص باستثناء واحدة قبل راح تختال نن سيجمنت اوكي فهذه الاشارة رفزو عليها مهمة جدا طيب بعد اش يقول كان اوكر نتشورلي ممكن يحدث بشكل طبيعي طيب اوكي من التفقين يستخدم مين يستخدم في بعض شنو في بعض اللقاحات الجديدة مثل ما مثل عدنا اللقاح اللي يستخدم من الفلاوينز اندروتا فيروس منين جاني من الري assortment من عملية عادة التجمع اللي هو النوع الثاني من الري combination طيب فخلنا نجي نعرف ان شنو صر عملية الري assortment قل لك شنو اذا فيروس يمتلك جينوم مجزة وعدنا نوع من الفيروس من هذا النوع اللي هو سيجمنت جينوم صاب و لخلية مفردة شنو راح يصير طبعا اتقلون ببالكم حتى توصل لكم الفكرة الري assortment اللي هو عادة التجميع هي نفسها بالضبط شنو الري combination ولكن شنو الاختلاف والآلية انو هناك تبادل للمعلومات الوراثية ولكن الري assortment شنو يختص بالسيجمنت الجينوم طيب ليش يختص بالسيجمنت الجينوم هو من اسم عادة التجميع وبما انو الفيروس الجينوم مجزة فراح شنو راح يسوي لعادة التجميع انو يجون الفيروسات اثنيا اوكي من هذا النوع من السيجمنت الجينوم يصيبون لخلية وحدة فلما ينصر عملية الري بلوكيشن شنو راح تصير عدي شنو يصير عندي تجميع عمنيا من القطع مال من العملية نفس ما قلنا بالبداية بالمميزات لكن شنو مشكلته شنو لكنه محدود two viruses with segmented genome لكنه محدود فقط والفيروسات المجزئة هذا هو السبب انه يكون محدود لانه شنو ما يشمل للفيروسات كلها لا فقط segmented virus بعد اش يقول يقول so far the only human viruses characterized with segmented genome are RNA viruses يقول لك شنو انه only human virus الفيروسات الوحيدة للانسان اللي تتميز بالsegmented genome اللي يكون الجنوم مالتها مجزئ هي شنو هي RNA viruses تمام هي فيروسات RNA مثل من عندنا دول الاربعة تحفظوهم مثل اسمكم دول الاربعة شنو تحفظوهم مثل اسمكم اللي هما هما orthomyx virus اللي هو شنو اللي هو فيروسات الفلاونزي الريو فيروس الارينا فيروس والباني فيروس دول الفيروسات الاربعة فقط هما شنو هما segmented virus من نوع RNA viruses فقط هما الفيروسات اللي تصيب الانسان واللي يكون شنو جنوم مالته segmented طيب كذلك شي يقول اللي يقول انه الرياسورتمنت ميبلاي امبورتن ترول انه شنوى انه حادث التجميع تلعب دور مهمين النتشر انجينريتن نوبر رياسورتمنت في تكوين شنوى في تكوين او توليد شنوى او توليد شنوى اصناف جديدة او او شنوى اصناف معات تجميعها جديدة وهذا شنوى هاس ارثو بين يوسف اللابورتاري اكسبرمنت يعني شنوى يعني اتفيد نوين التجارب المختبرية فهذا المعلومة مهمة جدا خاف يقول لك مثلا انه فراغ ميبلاي امبورتن ترول انجينريتن نوفر رياسورتمنت اللي ممكن تفيدني بالتجارب المختبرة منه هي عملية الرياسورتمنت اما عندنا بالفقر تو الشكل الثاني فهو ما ذاكر الصورة مالتي في شنوى اصدر عندنا شكل مهم فانتم حذفو من يمكم طيب سنجي اصدقاء لهذا الشكل يوضح لكيفية مساهمة او استخدام عملية الرياسورتمنت اعادة التجميع في تصناع اللقاحات نفس ما ذاكرنا سابقا انه احد خصائص عملية الرياسورتمنت هي شنوى هي تصنيع اللقاحات من ضمنها اللقاح الفلاونزو ولقاح شنوى ولقاح الروتي فيروس طبعا بالبدأ اخلطيكم فكرة عن اللقاحات بسيطة جدا احنا عدة مجموعة متنوعة من اللقاحات تمام ورح نأخذها في محاضرة خاصة بهم في اللقاح اللي راح نستخدمه هو يسمونه اللقاح الموهن او المضاعف اللي نستخدم بي شنوى نستخدم بي فيروس شنوى احنا مضاعفين او مقللين عوامل الضروة ومالتبعا حيث انه ما عند القدرة يسبب لي مرض اش راح يقوله هو هنا بالنص يقول يابا ان الرياسورتمنت اوف جين اعادة التجميع للجينات اللي تصير بين من بين بين الاتونيتي السيترين اوف فلاونزا فيروس بين شنو وبين سلالة مضاعفة من ين من فيروسات الفلاونزا ويا من ادمجها او اسأل اسألها عادة التجميع ويا نيو فيرولنت سيترين يعني شنوى مع سلالة خبيثة عدها القدرة انه سبب لي مرض لمياه من فيروسات الفلاونزا هاد الشيش راح يسوي فورميشن اوف اتونيتد ان فلاونزا فاكسيين شنوى راح يكون لي راح يكون لي لقاحة الفلاونزا شنوى مضاعف اللي هو قلنا احد انواع اللقاحات متل ما جاء تلاحظون بالشكل هنا عدي هذة شنوى عدي اتونيتد دونر ماستر سيترين سلالة مضاعفة من فيروسات الفلاونزا راح شنوى راح اسويها ضد من ضد اللي هو نيو فيريلت انتجينيك فارين سترين أسويها ضد من ضد السلالة الخبيثة اللي أنا أريد أقضى عليه فش راح أسوي راح أسوي عملية تجميع بناتهم أجمع بين الجينات مالاتهم مو بالتالي ش راح يكون لي سلالة لقاح شنو مضاحف أو مهنائي شنو مني متكونة متكونة من كاوت أو فيريلت سترين جزء من السلالة الخبيثة ويامن ويامن مع شنو مع خصائص عوامل الضراء أو خصاص الضراء وقلمة للسلالة يا هي المضاعفة فإذا يجيك سؤال مثلا يقول لك أنه أنا أشتون أسوي عن طريق الرياسورتمنت أو مثلا يقول لك فراغ شنو وبالتالي راح أكوني اللقاح هي فجدا مهم تعرفون هذا الشي طيب بعد ما انتهينا من اللي هو عادة التركيب وأخذنا أنواحهم وذكرنا تفاصيلهم هس نجي إلى جزء آخر مهم جدا اللي هو تضاعف الفيروسات طلاب هذا الجزء جدا مهم مهم لجانبين الجانب الأول اللي هو الجانب الوزاري أنه راح تجي عليه درجات هواية ومهم لكم أنه تعرفون كيفية الفيروس راح يتقل للخلية وشلون راح يضاعف وشلون راح يسبب لي عدوى فهسا بالبداية خل نجي نعرف شنو هو تعريف التضاعف يقول لك هو عملية تكوين فيروسات جديدة أثناء شنو أثناء عملية العدوى وهذا الكلام ما يصير في خلايا المضيف المستهدفة إذن أخلي بالبداية هو تكوين فيروسات أثناء عملية العدوى في خلايا المضيف المستهدفة ولكن هنا يشرط عليه شرط يقول يقول أنه لازم الفيروس يدخل للخلية قبل لا تحدث عملية التضاعف وهنا ليش قل هذا الكلام لأنه نحن متفقين ونعرف أن الفيروس خارج الخلية شنو هو هو كائن خامل ما عند أي نشاط إيش وكد يبدو النشاط مالتي لما يدخل شنو هو لما يدخل الخلية فإذن عملية تحدث تحدث فقط داخل الخلية طيب كذلك معلومة مهمة أخرى شي يقول أنه غالبية فيروسات الـ DNA يصير تجمع مالته بالنواة على خلاف فيروسات الأر isn't uh أما فيروسات الـ RNA هي تتطور فقط فيما أن يجب السايتب لازم إذن أخلي بالبداية فيروسات الـ DNA وين بالنواة أما فيروسات الـ RNA وين بالسايتب لازم ولكن عند استثناءات راح نجي ناخذهم فيما بعد أثناء المحاضرة بعد ما انتهينا من تعريف الربليكيشن وعرفنا شنه هو الربليكيشن بصورة بسيطة خلني نجي نعرف شنه نحرف اللي هي شنه خطوات التضاعف اللي تعتبر أساس لتكوين شنه لتكوين الفيروس أول خطوة من خطوات التضاعف هي الاتاتشمنت أو أسميها بالأدسوربيشن اللي هي شنه أما أسميه الالتساق أو أسميه شنه الإدمصاص شنه هي هذه الخطوة؟ بالبداية شنه راح يقول راح يقول هي أول خطوة من خطوات تضاعف الفيروس فإذا لما نجي السؤال يقل ليابه ما هي أول خطوة لتضاعف الفيروس؟ راح أقل للأتاتشمنت طيب شنه نصير هذه العملية؟ يقل لك شنه بروتينات السطح الخاصة بالفيروس؟ أكو على سطح الفيروس شنه بروتينات اللي هي شي سموه يسموها بالسبايك هذه البرواتينات تتفاعلها ياما مع مستقبلات خاصة والموجودة موجودة على سطح الخالية المستهدفة إذن راح يصير عنده شنه؟ راح يصير عنده ارتباط بين من؟ بين بروتينات الموجودة على سطح الفيروس suspensaire والمستقبلات الموجودة على سطح الخالية المستهدفة فهذه العملية شنو نسميها؟ نسميها عملية الاتاتشمنت طيب بعد ما التسق الفيروس بمستقبلات الخلية إش راح يسوي الخطوة الثانية؟ الخطوة الثانية اللي هي البنتريشن أو أسميها بالابتيك البنتريشن اللي هو الاختراق والابتيك الامتصاص شنو هس الفيروس هنا راح يقترق ويدخل شنو يدخل إلى خلية المضيف فش يقول هنا يقول after bonding of viruses بعد ما ارتبطت الفيروسات هنا الفيروس شنو راح يدخل الفيروس إلى الخلية فعملية دخول الفيروس إلى الخلية شنو أسميها؟ أسميها البنتريشن اللي هو الاختراق أو أسمي شنو انغولفمنت اللي هي شنو الغرس أنه ينغرس الفيروس شنو داخل الخلية عملية البنتريشن تتم بعدة طرق والطرق تعتمد شنو تعتمد على نوع الفيروس فعند الطريقة الأولى اللي يسميها بالdirect translocation across cell membrane شنو الدخول المباشر عن طريق شنو عن طريق الزاحت شنو الزاحت غشاء شنو غشاء الخلية وهذه الطريقة شنو ما نعتمدها أو ما تستخدمها أغلب الفيروسات الطريقة اللي تهمني هي الطريقة الثانية والطريقة الثالثة الطريقة الثانية شنو هي يقول لك fusion of viral envelope اللي هو شنو اندماج ال viral envelope غلاف الفيروس ويامن ويسيل منبرين إذن بهذه الخطوة الثانية شنو أو الطريقة الثانية راح يصر عنده شنو اندماج بين غلاف الفيروس ويامن ويغشاء الخلية هذه الطريقة تتم فقط وين بال envelope viruses اللي هو شنو بعض الفيروسات المغلفة يعني الفيروسات اللي ما بها غلاف ما صر بها شنو ما صر بها عملية أو طريقة اللي هي الاندماج من أمثلة الفيروسات المغلفة اللي يصير بها عملية الاندماج هما اللي هو البارامكسيوفيروس اللي هي من ضمنه المسلز اللي هو الفيروس الحصبة وعدنا الريتروفيروس اللي هو الفيروسات القهقرية ومن أمثلتها هو الHIV الHuman Immune Deficiency Virus اللي هو فيروس نقص المناعة البشري هذه الطريقة الثانية الطريقة الثالثة اللي هو receptor mediated endocytosis الالتقام الخلوي بواسطة المستقبلات او اسميه انجولفت انبينوسايتك فاكيونز اللي اسميه بالفيروبيكسيس اللي هو الغرس اوكي اللي يسموه الاسم العلمي الفيروبيكسيس هذه الطريقة وين تحديث تحدث النكت فيروس بالفيروسات العارية اللي ما بها غلاف اوكي وبعض الفيروسات المغلفة الاخرى اللي يعني اللي تحتوي انفولوب طيب شنو نصير هذه الطريقة يقل لك الاسميه انجولفت فيروس ان الخلية تبتلع الفيروس بعد ما الخلية بتلعت الفيروس ايش رح يسوي باكيولز فورميشن ان ذي سيال سايته بلازم رح تكون حويصة ليه وين بالسايته بلازم هذه الحويصة تحيط بما تحيط بالفيروس الفيروس شنوه رح يستغل لو بي اتش احنا نعرف ان داخل الخلية شنوه انو البي اتش بي من خفض فهذا الشي رح يسوي رح يسوي ان الفيروس فيوز وث باكيولز ممبران رح يندمج الفيروس يوما ويغشاء الحويصة وبالتالي رح ريليس انفو اوف فيروس رح ينطلق شنوه ينطلق الفيروس من الخلية فهذه هي الطرق اللي تتم بها عمليات البنتريشن وكل طريقة شنوه حسب نوع الفيروس فقلنا الفيوجين فقط بالفيروسات اللي تحتوي على انفولوب اما عدنا رسبتر ميديتة اندوسايتوسيس فهذه العملية تتم وين تتم بالنكت فيروس الفيروسات العارية اللي ما بها انفولوب وبعض الفيروسات الانفولوب اللي تحتوي على غلاف طيب بعد ما دخل الفيروس القلية اللي بعدها الخطوة اللي بعدها اللي خطوة ثاثة اللي هي انكوتنج ازالة الغطاء شنو نقصد بها اللي نقصد بها ازالة الكابسد حتى شنوه حتى ينطق نيوكليك أسدوين داخل الخلية فشنو رح يصير بالانكوتنج في عملية ازالة الغطاء يقل لك اطلاق شنوه اطلاق الجينوم الفيروس من الكابسد الكابسد التي تحمل نيوكليك أسد نحن نعرف اوضيفة الكابسد حتى شنوه تس TP على تدخل نيوكليك أسد حتى تسمح شنوه تسمح للحمض ان هو الفيروس بالتضاعف تمام اذا شنوه لما انا يقل لي انه انطلاق الفيروس الجينوم من الكابسد حتى انا اسمح للفيروسech بالتضاعف هذا شنوه يا عملية او يا خطوة خطوة انكوتنج ازالة الغطاء طيب هسا نجي طلابي الاعزاء الى شنوة الى معلومة مهمة جدا وجدت بالوزارة الدوران الاول والثاني للعام الماضي شو تقول هذه المعلومة تقول the period of replication cycle يقول لك الفترة من دورة التضاعف اللي يصير بين من between the end of the انكوتنج stage بين نهاية شنوة نهاية مرحلة ازالة الغطاء اي ازالة الكابسيد وشنوة ونضج جزئة الفيروس الجديدة يعني شنوة يتكون عند شنوة فيروس كامل عند القدرة على شنوة على اصابة او تكوين العدوى هذه الفترة اللي يصير بهذا الوقت شي سموها يسموها بالسكلوس اللي هي فترة الكسف اذا اخلي ببالي شنوة انه الفترة بين نهاية مرحلة ازالة الغطاء ونضج الفيروس ونضج وتكوين الفيروس كامل شنه هي هذه الفترة تتميز بشغلة انه شنوة يعني شنوة يعني ماكو فيروس داخل الخلية طيب هنا يسأل سائل يقول ليش ماكو فيروس داخل الخلية لان اثناء عملية الازارة للغضاء راح يبقى فقط ان الفيروس شنوى ان يوكلك اسد الحمض النوى ومالته على ما انه يترجم ويتحول البروتينات وهذه البروتينات والجينوم تتجمع يلا يتكون عند الفيروس الجديد هذه الفترة شنوها يسموها بالسكيلوبس بريوت وهذه مهمة جدا وجدت وزارة للدورين الاول والثاني فاكد ليش مهم كتم تركزون عليهم حتتبقى هذه الخطوات او المراحل الثلاثة راسقة بالكم من الفيرو الربليكيشن سويت تلككم من الليش على شكل شنو على شكل رسومات توضيحية. مثل ما جاءت لي droitضون عندي الخطوة اور Dracula اللي هي اتصال شنو البروتينات الفيروسية اللي نسميهم شنو نسميهم بالسبايك بمن رحت اتصل رحت اتصل بالرسبترات الموجودة وين على سطح الخلية مثل القفل والمفتاح المفتاح هو البروتينات الفيروسي والقفل هو الرسابتر الموجود على سطحة الخلية. بعدها بعد ما انتهت عملية تبدأ عدى عملية اللي هو شنوى اختراق الفيروس انه يدخل الفيروس داخل الخلية وقلنا هذي تتم بعد الطرق حسب نوع الفيروس. بعد ما دخل الفيروس داخل الخليش راح تبدأ عدى عملية ازارة الغطاء بعدها شنوى عدى هنا ينطلق عندي ياهوى الفيرل جينوم او داخل الخلية ويبدأ بعدها شنوى انكمل عملية وتصنع البروتينات وبالتالي يتكون عندي شنوى وبعدها ينطلق خارج الخلية ويسبب لي شنوى ويسبب لي العدوى فهذه اللي يحب يطلع ويشوف انه شلو نصر للخطوات ويساعدكم ايضا على الحفظ هسا نرجع شنوى نرجع بعد ما انتهنا من الخطوات الثلاثة الاولى نجي هسا للخطوة الرابعة من الخطوات المهمة جدا طلاب اللي هي شنوى الجين اكسوبرشن اللي هو تعبير جيني ان جينوم روبليكيشن وتضاعف الجينوم هذه الخطوة تتم على مرحلتين المرحلة الاولى اللي هي ترانسكريبشن اللي هي مرحلة الاستنساخ وبهذه المرحلة ايش راح نسوي راح نسوي بيرول ام اراني ساينتسيس راح نصنع شنوى راح نصنع الام اراني الخاص بمن الخاص بالفيروس ام اراني هو اختصار علم للمسنجر اراني هو احد انواع الاراني اللي شنوى اللي في مابعد عن طريق الريبوسوم اللي ما راح يتحول راح يتحول الى بروتينات تمام فهي تخليه ببالكم اما عد المرحلة الثانية فهي مرحلة ترانسليشن اللي هي مرحلة الترجمة وبهذه المرحلة شو راح نسوي Viral Protein Scientist اللي راح نصنع بها شنوى البروتين الفيروس الخاص بالفيروس فنبدأ عدد بالمرحلة الأولى طبعا هذه المرحلة تختلف شنوى باختلاف نوع الفيروس DNA Viruses و RNA Viruses فقد نجي نعرف ان شلون تتم عملية الاستنساخ بيمن بالDNA Viruses فيروسات الDNA بالبداية شي يقول يابي يقول انه فيروسات الDNA replicate in a new class انه يابي يقول لك فيروسات الDNA تتضاعف وين؟ تتضاعف بالنوات كيف نصنع الـ mRNA؟ يقول لك Use the host cell DNA dependent RNA polymerase تستخدم شنوى؟ تستخدم انزيم يا هو الـ RNA polymerase اللي محتمد علي من dependent على الـ host cell DNA المحتمد علي من على الـ DNA الخاص بيمن الخاص بخلية المظيف حتى شو تسوي To scientists's mRNA حتى شنوى؟ حتى الصنع الـ mRNA اذا نخل ببالي الترانسكريبشن اللي يصير بباروسات الـ DNA عن طريق شنوى؟ عن طريق زيام الـ RNA polymerase المعتمد علي من على الـ host cell DNA الـ DNA الخاص بيمن بخلية المظيف طيب يقول لك هنا انه The box viruses are expansion because they replicate in cytoplasm يقول لك يابي انه البوكس فيروس هو شنو؟ هو استثناء وهذه معلومة مهمة جدا طلاب يقول لك يابي انه احنا قلنه كل فيروسات الـ DNA هي شنوى؟ هي تتضاعف وين؟ تتضاعف بالنوات؟ ما عدا واحد يا هو اللي هو البوكس فيروس اللي هو فيروس الجدره هذا وين؟ يتضاعف وين؟ يتضاعف بالسايت وبلازم فهذا تخلوها ببالكم كذلك شي يقول يقول يابي انه كل فيروسات الـ DNA شنوى؟ ماذا تتكون؟ تتكون من خيطين منيين من الـ DNA باستثناء واحد يا هو اللي هو البارفو فيروس الفيروس الصغير هذا من لين يتكون؟ يمتلك خيط واحد منيين خيط واحد من الـ DNA هذي فيما يخص الترانسكريبشن في فيروسات الـ DNA ننجع عدنا للـ RNA viruses فيروسات الـ RNA دعنا نشوف شلون يصير الاختلاف بالبداية رح يقسم ليهم الى كم جروب؟ الى 4 جروب أربع مجموعات تمام؟ نجي للمجموعة الأولى اللي تكون شنوى؟ تكون single strand RNA of positive volatility تكون شنوى مكونة من خيط واحد من الـ RNA وش يكون القطب مالتها يكون القطب مالتها بوزيت فهذا شو نصنع الـ mRNA بواسطة شنوى يقول لك؟ يقول لك ان الـ RNA genome directly as mRNA تستخدم الـ RNA مالتها مباشرة شنوى؟ كـ mRNA ليش يصير مباشرة للإستخدام؟ لأن احنا قلنا ذات يذكرهم بالمحاضر الأولى اش قلنا؟ قلنا انه يابه الفيروسات الـ RNA اللي قطبها موجب التسلسل مال الـ RNA مالتها شي يكون same mRNA شنوى نفس تسلسل mRNA فهذا اللي يفسر الاستخدام مباشر كـ mRNA من أمثلة هذه الفيروسات اللي هو البوليو فيروس اللي هو فيروسة للأطفال أما لدينا القروب الثاني مجموعة الثانية single strand RNA of negative volarity خيط واحد من الـ RNA وش تكون؟ ويكون القطب مالتها negative سالب هذي شو تسوي؟ هذا حتى صنع الـ mRNA شو تسوي؟ using negative strand as template تستخدم شنوى؟ تستخدم الخيط السالب شنوى؟ كقالب بالاعتماد على اليمن؟ بالاعتماد على الـ RNA وهو الفلاونزة فيروس اللي هو فيروسات الفلاونزة أما القروب الثالثة المجموعة الثالثة اللي هي تكون double strand RNA يعني شنوى؟ تحتوى على خيطة نمنيا من الـ RNA هذي شو تسوي؟ تستخدم الـ polymerase for transcripting into mRNA شنوى؟ تستخدم الـ polymerase حتى شنوى؟ حتى تستنسخ المن إلى الـ mRNA مثل عدنا الـ Rio viruses أما عدى القروب الرابعة وهم من القروبات المهمة جداً والخطرة واللي جاي يصير عليه دراساته حتى شنوى؟ حتى يكتشفون تغرب هذي شنوى؟ بهذه الفيروسات اللي هي الـ single strand RNA of positive polarity with DNA intermediate هذي شنوى؟ تكون خيط واحد من الـ RNA وقطبها شنوى؟ قطبها positive موجب وشنوى يتوسطها الـ DNA شنوى يتوسطها الـ DNA هسن نعرف؟ شي يقلك هنا؟ يقلك الـ RNA Transcripted into double strand DNA طوى بهذه الفيروسات اش راح يصير؟ راح يتحول الـ RNA إلى double strand DNA راح يتحول الـ RNA إلى double strand DNA طيب هذي الخطوة هذي الخطوة شنوى تتم؟ بواسطة 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 المحتمد على الـ RNA وهذا الانزيم يسمونه اللي هو انزيم الاستنساق العكسي هذا الانزيم موجود عند الفيروس يحول الـ RNA إلى double strand DNA بعدها شنوى؟ بعدها هذا الـ DNA اللي يتكون عندي ش راح يسوي؟ يقلك DNA هو بنسقة الـ DNA Transcripted into mRNA المن تتحول تتحول الـ mRNA إذن شنوى بالبداية؟ RNA double strand DNA DNA يرجع شنوى هذا الـ DNA اللي يتكون عندي بالبداية؟ راح يتحول المن راح يتحول الـ viral mRNA اللي هو الـ mRNA الفيروسي طيب هذا شنوى يتم التحول عن طريق الأنزيم الـ RNA polymerase؟ من أمثلتها اللي هو الـ Retro virus الفيروسات القهقرية تمام؟ هزا نجع عندنا يقلك منها معلومة مهمة يقلك الـ Most RNA مع غالبية فيروسات الـ RNA شنوى؟ إتسايكل إن سايتو بلازم شنوى؟ تسوي دورة التضاعف مالتها وين؟ بسايتو بلازم سيب شون باستثناء يا هممان؟ اللي هما الـ Retro viruses اللي وشنوى الفيروسات القهقرية بالأضافة لشنوى؟ انفلاونزا فيروس اللي هو شنوى؟ فيروسات الفلاونزاها وين تتضاعف؟ تتضاعف بالنوات إذن أخلي بالبالي كل فيروسات الـ RNA شنوه هي؟ هي تتضاعف بالسايتو بلازم ما عدا يا همم ما عدا الـ Retro virus وانفلاونزا فيروس دارة وين يتضاعفون؟ يتضاعفون بالنوات تمام؟ أما يطيق غير فيروسات الـ RNA بذيشة بالسايتو بلازم ما عدا دولة الثنية هذا فيما يخص المرحلة الأولى المرحلة الثانية اللي هي شنوى؟ الترانسليشن اللي يترجم اللي يقلنا شنوى يتم بها صناعة يتم بها صناعة البروتينات الفيروسية يقل لك هناني الراني الفيروس اللي صنعته أو كونته بالخطوة أو المرحلة الأولى سواء كان للـ DNA فيروس أو شنوى أو للـ RNA فيروس هذا شرح يسوي؟ الترانسليتد باي هوس سيل رايبوسوم راح تتم ترجمته بواسطة شنوى؟ بواسطة الريبوسوم الموجودين بخلية المضيف المن يترجم للـ Viral Protein المن للبروتينات الفيروسين إذن أخلي بالي بعملية الترانسليشن راح يتحول الـ mRNA المن للـ Viral Protein بواسطة هنه هو؟ بواسطة الـ host cell رايبوسوم الرايبوسوم الخاص بخلية المضيف هنا نعدي البروتينات راح تكون على النوعين نوعا سميه بالـ R protein البروتينات المبكرة وهذه هي عبارة عن Enzyme Required for Replication هي عبارة عن إنزيمات مطلوبها لعملية شنوه لعملية تضاعف الجينوم الفيروسي أما النوع الثاني اللي هو الـ Late Protein البروتينات المتأخرة وهذه شنوه Structural Protein of Progeny Virus هذي تعتبر بروتينات هيكلية المن للنساء للفيروسي يعني الفيروسات الجديدة اللي تكونت هذي إنه شنوه الساعدة بعدة عمليات راح نجي ناخذين أو نطرق لنا من ناخذ الفيروسات على أحده شي يقول بعد هي يقول ياابا إنه الـ R لبروتين opening before replication وهذه معلومة ومهمة جدا ضلات البروتينات المبكرة تحدث قبل شنوه قبل الـ replication ليش؟ لأن احنا قلنا بالبداية قلنا أنه هي إنزيمات required for replication أنه هذه البروتينات المبكرة هي إنزيمات أنا أحتاج للـ replication فبالتالي منطقيين تتكون قبل من؟ قبل الـ replication بينما Late Protein البروتينات المبكرة occurring شنوه after genome replication فهي تتكون بعد من؟ بعد شنوه؟ بعد مضاعفة الجينوم هذي فيما يخص شنوه؟ فيما يخص الخطوة الرابعة اللي هي جين إكس إبريشن والجينوم ربليكيشن تضاعف الجينوم نجي بعدها للخطوة الخامسة اللي هي الـ assembly التجمع خطوة بسيطة وسهلة بعد ما كونت أنا البروتينات الفيروسية وكملت إناش رح يصير عدي اللي هي الـ رح تجمع عند ياهو ويجمع عند الجينوم والفيروس الجديد والبروتينات السوية ويكونون شنوه يكونون الـ جزيئة فيروس جديدة حده شي يقول يابه يقول assembly أكر نيوكلاس أو شنوه أو ساعتب لازم إنه يابه إنه التجمع وين يصير يصير أما بالنواة أو ساعتب لازم حسب نوع الفيروس شنون؟ يقول لك يابه الـ DNA viruses assemble any nucleus باستثناء ياهو باستثناء البوكس فيروس إذن يابه إننا ما قلنا مساعة الـ DNA وين تجمع تجمع بالنواة ما عاد ياهو ما عاد البوكس فيروس أما عدنا الـ RNA viruses وين تجمع اللي هي فيروسات الـ RNA تجمع بالساتب لازم باستثناء ياهو باستثناء الفلاونزي وياهو والريو فيروس بعد ما انتهنا من الخطوة الخامسة نصل إلى الخطوة السادسة الأخيرة اللي هي الـ release الانطلاق شنو هي الانطلاق أو التحرر هي شنوة release of mature virus from host set إنه شنو هي التحرر أو انطلاق شنوة أو انطلاق الفيروس الناضج الكامل من خلية المضيف وهي تعد final event in virus replication شنو هو هو الحدث أو الخطوة الأخيرة من تضاعف الفيروس إننا الأول خطوة هي الـ attachment آخر خطوة هي اللي هي release وهنا أيضاً اختلاف بين envelope virus إننا envelope virus شنوها؟ يا بيقلك إنه envelope viruses الفيروسات المغلفة are released by body إنه تنطلق من الخلية عن طريق شنوة؟ عن طريق التبرعوم بينما envelope viruses اللي هي الفيروسات اللي ما تحتوي غلاف اللي تتكون فقط منه نوكليك أسدو كابسد عن طريق شنوة؟ تنطلق released by rapture or license عن طريق شنوة؟ عن طريق تمزيق أو تحلل الغشاء هذا فيما يخص الـ viral replication هنا تكون خصة محاضرتنا طلاب محاضرة مهمة جداً جداً وهو مرشح يجي وزاري فنتمنى لكم التوفيق ونشوفكم في محاضرات أخرى دمتم بالف خير ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر